ردود الأفعال على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني فضحت حقيقة المتشددين في إيران أرادوا فشل هذا الاتفاق النووي منذ البداية لكنهم لم يتوقفوا فقط عند حدود الرغبة بتدميره لكنهم كانوا مستفزين لدرجة أن يضمنوا من خلالها انهيار الصفقة المتشددون في إيران وعلى رأسهم الحرس الثوري اتخذوا إجراءات لإضعاف الإصلاحيين لهذا السبب عندما استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أسرار أرشيف إيران النووي كانت هناك شكوك بأن الحرس الثوري وراء تسريب ذلك عندما أظهر الرئيس روحاني وفريقه دبلوماسية وعكس صورة عقلانية للدول الخمس كانت جناح الفاسد في القيادة الإيرانية مشغلا في إضعاف دبلوماسية روحاني صحيح أن المرشد الأعلى خامنئي وأدواته الأكثر ضررا وأذية الحرس الثوري لم يريد يوما الاتفاق النووي الآن وقد انفضح الأمر ضاقت خيارة إيران من الآن فصاعدا إذا تصرفت إيران بعدوانية فقد تخسر مزيدا مما تبقى لها من أوراق أي تصعيد إضافي من قبل إيران في مجال تطوير الأسلحة أو أي تحرك عسكري جديد سيقضي على حضوظ إيران في الحد من الضرر الذي سينتج عن العاصفة التي جلبتها لنفسها